إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى كل من سار على دربه إلى يوم الدين ثم أما بعد عباد الله نعم نختلف لكن لا نفترق نعم نختلف لكن لا نفترق هذا هو عنوان لقائنا اليوم بإذن الله تعالى أيها الأحبة في الله إن الذين يكنون لأمتنا العداءة كلهم الآن قد اتحدوا وتحالفوا وجلسوا وتشاوروا وتحدثوا وخططوا ودبروا من جديد للكيد لهذا الدين والاستئصال الإسلام وشأفة المسلمين أكرر إن أعداء أمتنا كلهم الآن قد اتحدوا واجتمعوا من جديد للقضاء على هذا الدين بالكلية ولتنفيذ مخططاتهم بذلوا كل ما يملكون من أسباب من أجل الطعن في ثوابت ديننا وأركانه وأصوله فما من مشكلة تقع هنا أو هنالك إلا وتجيش الآلة الإعلامية العالمية لاتهام الإسلام كمتهم أول وكلكم تعلمون جيدا من الذي يدير دفتها ولا داعي لذكر الأسماء ما من مشكلة تقع هنا وهنالك إلا ويوضع الإسلام في قفص الاتهام وقد انبرى لهذه الحملة عدد كبير من المفكرين والأدباء والصحفيين والسياسيين ومع ذلك نقول جميعا وبصوت واحد لا نخشى كيدهم ولا حربهم ولا مكرهم لأنها قديمة مذ أن خلق الله آدم إلى يوم القيامة يظل الصراع بين الحق والباطل وحتما سينتصر الحق فمهما كانت ضراوة الحرب المعلنة على أصول ديننا وثوابته وأركانه من الخارج مهما كانت الحرب ضارية شديدة فإنها لم ولن تتمكن أبدا من القضاء على هذا الدين واستئصال شأفة المسلمين لا أقول هذا الكلام رجما بالغيب إنما أقول هذا الكلام انطلاقا من إيماني بربي وتصديقي لنبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون اسمع إلى ربك يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره أعداء ديننا أحب من أحب وكره من كره إن الله ناصر هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء اللهم اجعلني وإخواني من الغرباء اسمع إلى ربك إن الذين كفروا ينفقون أموالهم لماذا؟ ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها والله الذي لا إله غيره إنهم الآن ينفقون البليارات من أجل أن يصدوا المسلمين عن دينهم ثم تكون عليهم حسرة والله الذي لا إله غيره إنهم الآن يعيشون في حسرة وضيق وندامة اسمع إلى الثالثة ويا لها من بشرى ثم يغلبون ثم تفيد الترتيب مع التراخ فلا داعي للعجلة والذين كفروا إلى جهنم يحشرون اسمع إلى ربك أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون اسمع إلى ربك إن كيد الشيطان كان ضعيفا إلى آخر الآيات فأبشر يا عبد الله ولا تقنط ولا تيأس فإننا لا نخشى من المؤامرات الخارجية على أمتنا أبدا اسمع لكن الخوف كل الخوف من الداخل أي من بني جلدتنا ومن من يتكلمون بألسنتنا وينتسبون إلى أمتنا وديننا وممن يخالطوننا في مجالسنا بمعنى آخر أي من الصف المسلم نفسه من دعاة للفساد والخلاف والنزاع والشقاق والتشرذم والتهارج وممن لا يحسنون ولا يجيدون التعامل مع المسائل الخلافية الفروعية الداخلية ويجعل من رأيه أنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلا يقبل رأي المخالف ويتهجم ويشتم ويسب ويعاجر أخاه المسلم لمجرد أنه خالفه في رأيه فيهجره ولا يصلي خلفه ولا يسلم عليه وأكبر دليل على كلامي هذا ما ترونه الآن في أرض الشام وما ترونه الآن بين جماعات المسلمين وفي مساجد المسلمين من خلاف وتضاد وهذا ما يريده أعداؤنا إذ أنهم علموا يقينا عدم قدرتهم وعجزهم الكامل على تمزيق وتشتيد صف المسلمين إلا بعد أن ينجحوا في أن يتغلغلوا إلى داخل الصف المسلم وإلى سويداء قلب الصف المسلم لينفثوا سمهم القاتل حينها ينجحون في تقسيم الأمة إلى أمم والدولة إلى دويلات وإلى دويلات ثم إلى دويلات بحيث يفتحون ويسهلون ويمهدون الطريق أمام أنفسهم لافتراس خيرات هذه الأمة لافتراس كل جزء في الأمة على حدة وإذا تابعتم الواقع المريرا تجدون ذلك ظاهرا واضحا وجليا واقع مر 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 يدمي قلب كل مسلم صادق غيور لذلك أحببت أن أستغل غقوفي على هذا المنبر وأجوها الطيبة المشرقة التي أشهد الله عز وجل أنني وكلما أراها يزداد حبي لها وشوقي إليها لأرسل رسالتي لعامة المسلمين لعل الله أن ينفع بها فاللهم سدد قلبي ولساني اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي يا رب افتح قلوب السامعين لسماع صرختي وندائي يا إلهي لا تجعلها صرخة في واد ولا نفخة في رمادي أيها الأحبة في الله اعلموا بارك الله فيكم ويرعاكم الله أن الخلاف على نوعين الخلاف على قسمين الخلاف نوعان خلاف في أصل الدين وخلاف في الفروع والأحكام هناك خلاف مذموم وخلاف مسموح إن الخلاف المذموم على طول الخط إن الخلاف المذموم على طول الخط هو الخلاف في أصل الدين في أصل الملة فمن خالف ديننا نخالفه على طول الخط لا نتفق معه أبدا إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ولا يوجد أبدا ما يسمى بوحدة الأديان أبدا إن الدين عند الله الإسلام أما الخلاف في مسائل الأحكام والفروع بيننا نحن المسلمين هذا لا حرج ولا مانع ولا بأس ولا ضير فيه بل أقول بل أقول وأتحمل مسؤولية كلامي وإنني لأعي جيدا ما سأقوله حتى ولو اختلفنا في جزئيات العقيدة كاختلاف علمائنا من أهل السنة والجماعة في مباحث الأسماء والصفات كل هذا الخلاف لا ينبغي أن يكون سببا من أسباب التشتت والتشرذم والنزاع والشقاق والخلاف بيننا نحن المسلمين والأحرى في هذه الأيام خصوصا في هذه الأيام الخلاف سيظل قائما إلى يوم الدين لأن الخلاف آية من آيات رب العالمين آية نعم آية ما الدليل في كتاب ربه ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين لا يوجد إثنان على ظهر الأرض يتفقان في كل شيء مستحيل هذا شكله يختلف عن شكله وذاك طبعه يختلف عن طبعي وذاك تفكيره يختلف عن تفكيري وذاك فهمه للنصوص يختلف عن فهمي وذاك فهمه أو نظرته إلى الواقع أو للواقع يختلف عن نظرتي أنا وهكذا الآن وأنا أتحدث إليكم أجزم أنه يوجد بين أظهرنا من لا يتفق معي في كل شيء في كل ما أقوله الآن شاء ربي وقدر أن يكون ذلك آية من آياته لكننا إلى الآن لم نستوعب بعد هذا الخلاف الداخلي لأنه قل ما يطرح على المنابر وقل من علمائنا من يبين لطلبة العلم أدب الخلاف بل من العلماء من يزيد من هوة الخلاف بحيث يدلو بدلوه في مسألة من المسائل الخلافية التي قد تحتمل أكثر من رأي واحد أو معنى واحد فيعلم طلبته أن هذا الرأي هو السنة ما عدا ذلك فباطل وبدعة فينشأ الطالب نشأة عصبية ويطلق بعد ذلك لسانه في أعراض العلماء والشاب لم ينبت شاربه بعد يطلق لسانه في أعراض العلماء العلماء الذين كرسوا حياتهم أفنوا أعمارهم في تدوين الكتب وفي خدمة الدين الشاب لم لا يفرق بين الفاعل والمفعول والفعل ثم يتحدث ويطعن في هذا الشيخ وهذا الشيخ هذا الشيخ مبتدع هذا الشيخ ضال هذا الشيخ ليس من أهل السنة والجماعة إلى غير ذلك فيتسع الخرق على الراقع ويقع تصادم كبير لماذا؟ لأنهم جاهلوا أدب الخلاف والقواعد التي أصلها علماءنا رحمهم الله تعالى في معرفة أسباب الخلاف لست في هذا المقام لأبين لكم أسباب الخلاف وإلا إن فعلت طالبنا المقام ولأنها كثيرة والأمر يحتاج فيه إلى شيء من التدقيق والتفصيل لذلك أعيدكم بإذن الواحد الأحد إن أذن إمامي وأستاذي وشيخي سي محمد أن نناقش هذا الموضوع في محاضرة كاملة وسنفرد لها وقتاً خاصاً لأن الموضوع في غاية الأهمية المكان فشبابنا اليوم يسألونني يا سيدي لماذا هذا الاختلاف بين العلماء والفقهاء كل له رأيه كل يدلو بدلوه كل يقول قال الله قال رسوله أليس لنا دين واحد أليس لنا كتاب واحد أليست لنا سنة واحدة وعقيدة واحدة فتنة فيتيه والله فتنة ما بعدها فتنة يذهب إلى إمام مسجده ليسأله في مسألة من المسائل فيجيب لكن حينما يعود إلى المنزل يفتح قناة من القنوات الفضائية الإسلامية ويظهر على شاشة التلفاز عالم تطرح عليه نفس السؤال فيجيب بجواب مخالف للجواب الذي أجابه إمامه فيتيه فتنة والله فتنة أنا لا أدعي ولا أزعم أن الاختلاف في مسائل الأحكام فتنة لا لا أبدا وإنما تكون فتنة لمن لا يجيد التعامل معها لمن يجهل الضوابط التي أصلها علماؤنا في معرفة أسباب اختلاف علمائنا ومن أنفس الكتب التي ألفت في هذا الباب كتاب لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى رفع الملام عن أئمة الأعلام ذب فيها عن أئمتنا وعلمائنا وبيّن فيها أسباب اختلافهم بل والله من الشباب من رجع إلى الله للتو لكن ما إن خالط بعض الملتزمين يرجع من حيث أتى لماذا؟ لأنهم كرهوه في هذا الدين الكل يريده في جماعته الكل يريده في حزبه الكل يريده مع حركته والله أعرف منهم الكثيرين أعرف شاباً كان ممن يحب السهر إلى جنح الليل وكان نادراً ما يصلي وكان مبتلاً بالذنوب والمعاصي إلا أن الله عز وجل كتب له الهداية فأول شيء بدأ به أن ذهب إلى معهد ديني يعتكب فيه على حفظ القرآن وجاءت العطلة وافتقده الناس وعاد إلى مسقط رأسه والتقى ببعض الشباب الملتزمين فسألوه ما أخبارك؟ أين ذهب؟ قال الحمد لله قادني الله عز وجل إلى إحدى بيت من بيوته لحفظ القرآن إلى إحدى المراكز الإسلامية فلما علموا باسم المركز إذ بهم ينطفضون قائلاً يا هذا ألا تعلم بأن هؤلاء مبتدع وأنهم ضالون وأنهم ليسوا من آل السنة والجماعة إلى غير ذلك من التهم المعلبة الباطلة لأنني أعلم جيداً هذا المركز فجاءني بعد ذلك متأطئاً رأسه حاكياً ما حدث له ونصحته بأدب بخلق برحمة وبعد أيام سألت عنه افتقدته سألت عنه وإذ بالخبر يصلني بعد برهة من الزمن أن الشاب قد أن الشاب قد رجع إلى السجن ورجع إلى طريق الشيطان فلما سئل قال مدللاً على ذلك أنه كان يبحث عن راحة البال وطمأنينة البال بين أحضان المسلمين فما وجدها في المساجد فما وجدها في المشايخ فما وجدها وإنا لله وإنا إليه راجعون نعم أنصح شبابنا أنصح الجميع بأنه لابد أن نجلس بين يدي المشايخ والعلماء الربانيين وإنا المخلصين لا تأخذ دينك عند كل من هب ودب لا تأخذ دينك عند كل من هب ودب يقول إمامنا مالك إمام دار الحجرة رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول إن هذا العلم دين إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم وأقول للجميع لا تتعجلوا في توسيع هوة الخلاف ولا تتكلموا في المسائل الخلافية لا تتكلم في المسائل الخلافية الكبيرة وأنت تجهل قواعد الأصول تجهل المؤول والمجمى والمفصل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك من القواعد الهامة لذلك تعجبني هذه العبارة الخطيرة التي تقول لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف لأن العالم إذا اختلف مع عالم سيبجل أحدهم الآخر لكن إذا اختلف من يتطفل على العلم إذا اختلف جاهلان فهذه هي الطامة وهذه هي المصيبة فلا بد أن نتعلم أدب الخلاف أنت تخالفني في مئات المسائل مسائل الأحكام ما الحرج ما المانع مثلا أنت ترى بوجوب تحية المسجد والإمام يخطب على المنبر مثلا وغيرك يرى بخلاف ذلك إياك أن تخالفني في ذلك خلافا يصل إلى حد الهجر والقطيعة أنت ترى بلزوم اتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة المعتبر غيرك يرى بخلاف ذلك إياك أن تقاطعني في ذلك إلى حد الهجر أو القطيعة أنت ترى بأن رفع اليدين في الصلاة يكون عند تكبيرة الإحرام وغيرك لا يرى بذلك أنت ترى بأن قراءة الحزب جماعة حسن غيرك يرى بخلاف ذلك أنت ترى بأن الاحتفاء والاحتفاء على والمولد وعلى الأبواب أنت ترى بأن الاحتفاء بالمولد النبوي مشروع وغيرك يرى بخلاف ذلك أنت ترى بأن قراءة البسملة في الصلاة وغيرك يخالفك في ذلك أنت ترى بجواز المسح على الجوربين غيرك يرى بخلاف ذلك أنت ترى بأن النقاب واجب وغيرك يرى بخلاف ذلك المهم إياك أن تقاطعني في ذلك أو أن تقاطعني إلى حد عدم إلقاء السلام علي أو الابتسامة إلى وجهي عار والله عار لماذا لا أحترم رأيك وتحترم رأي نعم نجلس نناقش لا تقاطعني ولا أقاطعك نعم نختلف لكن لا نفترق نجلس نناقش اطرح أدلتك وسأطرح أدلتي في حدود الأدب والاحترام في حدود الأدب والاحترام ثم ما إن تنتهي النقاش وكأنه لا خلاف اسمع إلى الإمام الشافع ماذا يقول يقول رحمه الله تعالى ويا ليتنا نتعلم من أئمة السلف يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ليكن هذا شعارك رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب يا للأدب أما أنا على الحق وأنت على الباطل هذا طرح لا قدم له ولا ساق يا أخي وإن رأيت أخاك لأقول على خطأ بل على بدعة إن رأيت أخاك على بدعة إلتمس له العذرة إذهب إليه بأدب بابتسامة صادقة وانصح ولا تهجم فإن قبل فحيها لا وإن أبى وأصر على البدعة فادعوا الله له على ظهر الغيب لا تهاجر لأن الأخوة الإيمانية تتظللكم ينبغي أن نعي هذا جيدا فالاختلاف آية من آيات رب العالمين هل ستعجبون إن قلت لكم أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانهم هل ستعجبون إن قلت لكم أن نبي الله داود وسليمان قد اختلفا وهما أنبياء الله هل ستعجبون إن قلت لكم أن ملائكة الرحمن قد اختلفوا نعم والله قد اختلفوا ولكن أي خلاف ما هي الآثار المترتبة على هذا الخلاف الآثار المحبة المودة الرحمة الأخوة في الله الآثار يختلف ابن عباس مع زيد بن ثابت في بعض المسائل ولما قام زيد بن ثابت يتناسى ابن عباس هذا الخلاف ويقوم ليسحب له ناقته ودابته فيقول زيد بن ثابت إليك عني يبنى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ابن عباس هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا وكبرائنا فلنتعلم الأدب فيقول زيد أرني يدك أي أعطني يدك فيأخذ زيد يده ويقبلها ويقول هكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم يختلف الشافعي مع أستاذه وشيخه الإمام مالك ولما يأتيه رجل يسأل الإمام في مسألة أي الشافعي ماذا يقول الشافعي الإمام يا هذا إذا أردت السلامة لدينك فسلعالم المدينة وصر إلى رأيه وصر إلى رأيه فإنه حجة وإن مالكا هو إمام الناس أما آثار خلافنا اليوم أسبابه أولا جهل تعصب حب للزعامة والريادة والقيادة آثاره تمزق تشتت بغض كراهة كره مهاجرات سخرية احتقار اتهام للنيات وإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد أيها الأحبة في الله إن أخطر شيء يهدد كيان هذه الأمة إن أعظم شيء يشتت شملنا ويمزق حبنا وأواصرنا وعلاقاتنا ببعضنا البعض أتدرون ما هي؟ هي هذه النعرات والشارات والرايات والمسميات التي ما تعبدنا الله بها أبدا فهذا سلفي وهذا تبليغي وهذا صوفي وهذا إخواني وهذا تكفيري وهذا مدخلي وهذا سني وذاك من العدل والإحسان وذاك من التوحيد والإصلاح وهذا من أنصار السنة والكل يتعصب لجماعته والكل يتعصب لشيخه فشيخي أنا هو مجدد هذا القرن ليس شيخك وشيخي أنا هو الأوسع علما والأنصع حجة والأقوى دليلا والأعظم دليلا والأصطع والأصطع والأنصع برهانا وجماعتي أنا التي أنتمي إليها كل ما تؤصله وتنظره هو الحق وهي وحدها من الجماعات يعفى على الباطل وهي وحدها من الجماعات على الحق وما عداها من الجماعات فعلى الباطل لا أسلم عليك ولا تسلم علي لأنك لا تنتمي إلى جماعتي ولا إلى شيخي لا أصلي خلفك لأنك تخالف أصول جماعتي لا أجلس معك لأنك لا تجلس في مجالس شيخي وأستاذي يا للعار يا للعار أهكذا يا مسلمون أهكذا يا مسلمون أهكذا تجتمع الأمة وتوحد من متى والأقصى تستغيث أهكذا نحرر الأقصى من أيدي الغاصبين الظالمين تنادي يا مسلمون أغيثونا وما من مجيب الشام تستغيث الشام تستغيث أختك هنالك تصرخ ليلا ونهارا في الصباح والمساء يا مسلمون هتك عرضي ودنست كرامتي وضاع شرفي ونحن لازلنا نتقاتل فوق المنابر وعلى المنابر ونتهاجر لماذا لأننا اختلفنا في قضية الاحتفاء بالمولد النبوي المسلمون هنالك في أرض الشام هذا يقول لا إله إلا الله وذاك يقول لا إله إلا الله فيقتل أخاه المسلم بدم بارد لمجرد خلاف سياسي داخلي أين أخوة الإيمان أين إنما المؤمنون إخوة أين أمة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسغر والحمى أين المؤمنون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا أين وأين وأين المؤمن مرأة أخيه والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لما يحدث لأمتنا لمحزونون لمحزونون أتنتظرون من دعاة حقوق الإنسان ودعاة للديمقراطية أن يتحركوا لا والله أتنتظرون من أولئك الذين يرقصون على مصرح حرية الإعتقادات أن يتكلموا لا والله خرست ألسنتهم ورب حلال لهم حرام على الموحدين على مرأة ومسمع من الدنيا يذبح المسلمون ذبح الخراف في برمة في برمة إخواننا يموتون جوعا أختك ابنتك تقتل يذبح الأطفال الرضع والشيوخ الركع لماذا؟ لأنهم يقولوا لا إله إلا الله فلا نرى لهم قضية في إعلامنا الخائن على أقل تقدير لا نسمع خطاب استمكار ومع الأسف حتى خطباءنا يخشون الحديث عما يحدث لإخواننا في برمة أو في غيرها من البلدان قد يقول قائل يا هذا ألا تعلم بأن المساجد الآن قد حصرت وما من كلمة تقولها إلا وتصل مباشرة إلى مراكز الاستخبارات أنا أعي ذلك جيدا أعي ذلك لكننا لا نقول شيئا يخالف القالون كل ما في الأمر أننا ندافع عن حقوق الإنسان كما أننا بالأمس القريب استنكرنا ما حدث في فرنسا وتمنينا بل ندعو بل نعمل سويا من أجل أن تعيش فرنسا وهولندا وأوروبا والعالم بأسره أن نعيش في سلم وأمان في تسامح وتعاطف ورحمة وأننا ندعو إلى أن نتعايش مع بعضنا البعض وأن نحترم حرية المعتقدات وحذرنا من فكر الداعش أو الدواعش الذين يسمون أنفسهم بتنظيم الدولة والإسلام منهم براء لا تنظم الدولة بالدماء ولا بالتشتت ولا بقطع الرؤوس الدولة تنظم بداية بالرجوع إلى الله بالرجوع إلى الله الدولة الإسلامية تنظم بالعدل بالرحمة بالأدب بخلق بالدعوة إلى الله الدولة الإسلامية تنظم بنشر العدل والرحمة ثم برفع اقتصاد البلد والرفع من مستوى التعليم ومن مستوى الصحة إلى غير ذلك هذا الأسبوع والله خرج علينا رجل في إحدى الولايات الأمريكية والفيديو موجود عبر المواقع الاجتماعية يقول أمام جمهرة من الطلبة يقول لهم ينبغي أن تضغطوا على الحكومة لماذا ليرخصوا لكم بحمل السلاح لماذا لقتل المسلمين أليست هذه الدعوة إرهابية نحن لا نقول هذا لكن إن تكلم خطيب أو داعية واستنكر ما يحدث لإخوانه المستضعفين فهذا إرهابي متشدد وتنطع عنجهي بربري متخلف إلى غير ذلك من أنواع الهمز واللمز ولا حول ولا قوة إلا بالله فينبغي أن نتحد عباد الله ينبغي أن نكونك رجل واحد لا ننتظر من أحد أن ينظر إلى حال أمتنا لا والله الحل الوحيد هو أن نتحد أن نعتصن بحبل الله أن نحب بعضنا البعض أن نحترم بعضنا البعض وهكذا فلما التحزب؟ يا أخي جماعتي أنا هي جماعة المسلمين لا أن تميل إلى أي جماعة جماعتي أنا هي جماعة المسلمين يقول ابن القيم رحمه الله إن سألوك عن شيخك فقل هو رسول الله وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين هو جل جلاله سماكم المسلمين فلماذا هذه المسميات؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وبها سأختم إن الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط مستحيل أن يضبطها أحد إن الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرى لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة نسأل الله عز وجل أن يوحد صفوفنا وأن يجمع كلمتنا وأن يرفع راية الدين وأن يحقن دماء المسلمين اللهم إنا مغلوبون فانتصر اللهم إنا مغلوبون فانتصر اللهم إنا مغلوبون فانتصر اللهم اغفر ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على الظالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل بقاع الدنيا يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعنا وقوم إلى صلاتكم شكرا للمشاهدة